الأول بنقابة المهنة الرياضية اللي حضرتك طبعا نقيب لها على مستوى مصر كيف كانت وكيف أصبحت الآن وأنا عارف أنها أصبحت مصدر فخر للجميع هو الحقيقة نقابة المهنة الرياضية بنص الدستور مدى 77 بيقول أن تنشأ لكل مهنة نقابة واحدة إحنا عندنا موجودة في مصر 24 نقابة مهنية لا يمكن تصريح العمل بيها إلا بعضوية هذه النقابة طيب هل إيه اللي احنا وصلنا له لما بقى معانا الدستور والقانون 3 لسنة 87 المكمل بقانون 63 لسنة 2010 بدأنا نجتمع ونحط النقاط على الحروف لأن معانا دستور ومعانا قانون ومعانا ليحة بدأنا نفعلها احنا تولينا المسئولية في النقابة بمجلس إدارة موكر فيه تنصيق وتناغم أدت به النتائج إلا إن كان النقابة مديونة بمبلغ 18.5 مليون وقعدة في أصول لها مش عايزة أقول إنها شقة لا تتعدى المئة وخمسين متر لغاية ما وصلنا لأصول تصل إلى أكثر من مئة مليون جنيه ثم سددنا المعاشات المتأخرة مئة وخمسين متر لأصول تتعدى المئة مليون جنيه عبارة عن إيه؟ عبارة عن واحد إن إحنا حصلنا على مقر الحالي اللي موجود في رمسيس على مساحة ألفين ومئة متر إن شاء الله من مئة وخمسين متر من مئة وخمسين متر إن شاء الله ثم حصلنا على صرح كبير في المريوطية هيحصل له الافتتاح كمان ثلاث شهور مبنى على مساحة تلات تلاف وخمسمائة متر وعملنا ماشتة في أصوار الاستجوال وفود أجنبية من الرياضيين على مساحة أرباح تلاف متر معلش حقف اتفضل أنا مش هعد لي بالذات أي بارح في الحلقة هنا قلت من أحلامي البسيطة اللي أنا بحلم بيها بدل مبلاء قطر ودبي في فترة الشتاء الفرق الأوروبية بتيجي تعسكر فيها وأنا حلاق جو وطبيعة وسحر أفضل من أصوار وأفضل من اللقصر طولهم بحلم إلا أنا ألاقي منتجعات رياضية تستقبل الفرق دي عشان تبقى دخل السحر سبحان الله البارح فدي نواية يعني بداية ألاقي بقى الدنيا تكبر ياريت ياريت احنا خدنا في الاتنين خدنا في اللقصر وخدنا في أصوان شاء الله اللقصر هنبدأ فيها المباني بعد ثلاث شهور أصوان هنبدأ فيها المباني الإسبوع اللي جاي وموجود بغرب فندقية بحمامات سباحة باستقبال يعرف فعلا ياليك بس دا كانت فكرة أعضاء النقابة إنه ملهمش ماشتة في الصعيد تطورت الفكرة اللي حضاك بتقوله دا يمكن دايما فيه تورط فكري مع الدكتور إهاب الكوميو حضاك مش مجاملة لك الله يفعل إحنا من زمان وإحنا على المستوى دا اللي جاد فكرة نقيب أصوان الدكتور خالد اللي هو في نادي أصوان وقال لي احنا ممكن ناخد الأرض دي ونعمل دعوة للوفود فعملنا منتج عرياضي هنا ومنتج عرياضي هنا دل يعودوا مثلا إسبوع وإسبوع أو تلات يام وثلات يام إذا كانوا أعضاء لحاجات طرفيهية ويعملوا شيفتنج مع بعض يتبادلهم هذه الجزئية وخدنا في شرم الشيخ على مستوى يليق والأصول ديت برضو يا دكتور إهاب هي منبر لما بيجي الأعضاء في المحافظات المختلفة لأن احنا عندنا 27 نقابة فرعية والنقابات الفرعية اللي متوليين المسئولية فيها إما وكلاء وزارة إما عمداء كليات ففيه تنسيق وتناغم ما بين النقابات الفرعية وما بين النقابة العامة في تحقيق هدف يليق بمكانة الرياضية دكتور مجد أبو فريخة نقب الفرع في الغربية نقب التحدي المسل اللي بس أيوة لكرة السلة وهو للأمانة حضرتك بتربطني به صداقة عالية وتربطني بحضرتك صداقة عالية وإحنا عاملين جروب مع بعض أنا وحضرتك وهو ومجموعة من نادي طمطة منتكلم عن اليوم أن احنا بدأنا نظهر لحيز النور ليه برضو عايزين نقول في مصر كفايانة أن احنا نشتغل في جزر منعزلة صح مهم قوي أن يبقى فيه تنسيق وتناغم ما بيننا وفي الهيئات المختلفة فالدكتور مجدي بدأ يقول إيه أفعل القانون إزاي فعله فكرة السلة وإحنا بعتناه لمعظم الاتحادات هي فيه عقوبة أساسا يا دكتور إيهاب زيها شبيهة زي اللي مارس الطب بدون عضوية النقابة شبيهة ببعض أنه هم لو حصلوا مارس الرياضة بدون عضوية النقابة عقوبتها ميتين جنيه غرامة وست شهور حدسة طب هل إحنا فعلنا القانون دخلنا فيه كده عملنا زي الأحكام الإلهية ما نزل التدرجي بدأنا نخاطب الناس بيخطاب ودي بدأنا نعمل جلسات توعية بدأنا نعمل لقاءات ودية بدأنا نقدم رؤية طاليج بمكانتنا على مستوى الإعلام في السوشيال ميديا فعملت مركز إعلامي كبير ثم عملت العديد من الدعوات سواء كانوا وزراء للشباب والرياضة السابقين أو الحاليين سواء رؤساء اتحادات سواء لجنة أولمبية سواء رؤساء اتحادات دولية زي الدكتور حسن مصطفى شفت نشاط مكثب كل ده تشرفونا في النقابة وقعدنا في جلسات وأنا على المستوى الشخصي بشرف الفترة الأخيرة دي إن بدأ يبقى فيه توجه لرياضة زوي الإعاقة فحسب